بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلى مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخطرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسقه ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نظير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أوزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب مساء إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار معده فلا تقو في مريط منه إنه الحق من ربك ولكن أثر الناس لا يؤمنون ومن أزلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم يعدون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أسحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وَلَقَدْ أَرَسَنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَظِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك ابتبعك إلا الذين هم أراضلنا بني الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نزنكم كاذبين قال يَا قَوْمِ أَرَيْتُمْ إِن كُمْتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِهْدِهِ فَعُمْيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْزِمُكُمُهَا وَأَوْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ دِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَقٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا لَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْسَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُمْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِكُمْ بِاللَّهُ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يضويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واسنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملؤ من قومه سخر منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه أذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اسنين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلى من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أنذب لغي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقبي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهل وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعزك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح قيل يا نوح بطس سلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمطعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاسبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدواها ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم طوبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن تقولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء غال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكدوني جميعا ثم لا تنزرون إني توكات على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناشيتها إن ربي على شراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تذرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هدى والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هو قوم هود وإلى الثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شرق مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزدونني غير تخسرين ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فاذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزج يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن سمود كفروا ربهم ألا بعدا لسمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نقرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لط وامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة ألد وأنا عجوز وهذا بعل شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبرقته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم يوق إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرب عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مرضود ولما جاءت رسلنا لطنسيء بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسرق بأهلك بططع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم صبح أفأليس الصبح بطريب فلما جاء أمرنا جعنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل موضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصد ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح فما استطع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاكي أن يسيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لب منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم طوبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهضي أعز عليكم من الله واتخضمه وراءكم زهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين وكأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئيه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بإسرف ذو المرفود ذلك من أنباء القراء نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تسبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القراء وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما تعخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن عالم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقوبي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقضوا إنه بما تعملون بصير ولا ترقنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم يعدون الله من أولياء ثم لا تمصرون وأقم الصلاة طرفيا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيء عجر أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أول بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من من أنجينا منهم وانتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا مراحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نسبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق ومعزة وذكرى للمؤمنين وقل الذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وامتزروا إنا موتزرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنسأناه قرآنا عربيا لعلكم تعطلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمنوا غافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لن تقصص رؤياك على إخوتك فيكدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عظم مبين وكذلك يجتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديس ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوبك ما تأتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عسبة إن أبانا لفي ضلال مبين نقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في الغيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافزون قال إني ليهزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عسبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الحجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا آباهم عشاء يبقون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تاعنا فأنا فأقله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بذمن كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تسفون وجاءت سيارة فرسلوا واردهم فأدلال وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لأمرأته أكرمي مصواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وظلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مصوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستمقوا الباب وقدت كميصه من ذبن وألف يا سيدها لذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من ذبن فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من ذبن قال إنه من كيد كن إن كيد كن عزيم يوسف أعرب عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوض فتاها عن نفسه قد أخشغ فها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعطلت لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكين وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقونا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره وليسجنن وليكون من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنه حتى حين ودخل معه السجن فتياني قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأس خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمتني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وانتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأم باب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدونني من غدونه إلا أسماء سمعتمها أغتم وآباؤكم ما أغزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فاسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتعقل الطير من رأسه أبي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي زن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلة خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن قلت للرؤيا تعبرون قالوا أبغاص أحلام وما نحن بتعويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وانذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها السديق أفتنا في سمع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حسبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام وفيه يقاط الناس وفيه يعصرون وقال الملك أثوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن معليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين نسبت اشتركوا في القناة